وصلنا لتاني محطاتنا لليوم وهي محطة الفن التشكيلي لأن الفن دائماً لازم يرتبط بالقضية الفلسطينية وتجسيدها وترسيخها للأجيال القادمة وبأكد على الالتزام بالقضية الفلسطينية وتوثيق وترسيخ معاناة وآمال وآلام الشعب الفلسطيني يا رشد أكيد يا ليلة وخاصة ضمن الظروف اللي عم نعيشها اليوم هو الفن رسالة إنسانية بتحمل الثقافة وبتحمل وهي عيب يعني خلينا نقول مثل إصلاح مرجح ضد أي عدو وخاصة العدو الإسرائيلي اليوم ضيفنا 13 سنة من الأسر كانوا كوفيلين لأله أنه يرسم ويخبي هاي الرسومات خوفاً من العدو الإسرائيلي لأنه كانوا يصادرون له هاي الأعمال اليوم رح نروح بذاكرة توثيقية خلال 13 سنة نحكي فيها عن سنوات الأسر نحكي فيها عن الحلم الفلسطيني بالعودة ومفتاح العودة وضيفنا على اليوم هو الفنان التشكيلي محمد الركوعي سعد صباحك استاذ محمد صباح الخير صباح خير لألك ولمشاهدين شكراً طبعاً مثل ما منعرف حضرتك أسير محرر من السجون الفلسطيني وكنس بهديك الفترة الصعبة عم توسق وترسخ هاي الزاكرة زاكرة القضية الفلسطينية معاناة آمال وآلام الشعب الفلسطيني خلينا نحكي أكثر عن أبرز أعمالك اللي هي بتأكد على الزاكرة الفلسطينية أنا لما تقلت بالـ 1973 حكمة مدى الحياة عدة مرات نتيجة مقاومة الاحتلال مقاومة الجيش الإسرائيلي كنت أنا قائد مخيم الشاطئ بالمعتقل بعد التحقيق بعد المحاكمات أخذت الحكم العالي الأحكام العالية برسلوها إلى معتقل عسقلان فأنا قضيت بالمعتقل هذا حوالي 13 سنة أثناءها لازم أفكر بأنه أنا كرسام أن أعمل شيء كنت أرسم في البداية لرسائل الرفقات اللي يقعدين بالجنبي بكتبوا كل أسبوع تيجينا الرسالة أو كل 15 يوم ما بذكر بنبعث رسالة لأهلين أو كل شهر يمكن فبيحبوا يرسموا حمامة أو وردة أو إشيء فقالوا لأنت فنان نرسم لنا بعدين كبرت الفكرة معي أني أنا أرسم لوحات يعني فرسمت أول لوحة حبيت أرسمها كانت أخت إلي معتقلة سماء عام عمرها 13 سنة دخلت بالـ 14 يوم دخولها الـ 14 أخذوا شهادة ميلادها أعرفوا أنه اليوم 14 يعني ممكن أعتقالها أعتقلوها فأنا حبيت أرسم أختي بداخل وردة جورية فتخيلتها الصورة مش عندي ما عنا صور فرسمت أختي وخبيت اللوحة بجيبتي فاتشوني على التفتيش قبل الزيارة ففكروا محرم عادي يعني ما انتبهوا لأنه هذه على قماش ورسم حلو يعني أنا برسم فنان عامل معرض يمكن قبل ما أعتقل فدخلت على الزيارة وطلعت المحرمة وهيك عملتها طويتها بحيث أنها تكون طويلة وأثناء الحديث قلت لأخي أو إشي له الشرطة يعني اسأله سؤال وبعدين هربت اللوحة هذه فكان هذه بداية تهريب اللوحات لما رجعت للغرفة أعادت أفكر بأنه ليش ما أرسم أشياء بتعبر عن الواقع وعن صمودنا فبدأت أرسم بأشياء تعبير عن الصمود من وين جبت المعدات يعني بهاي الفترة؟ أول ما وصلت هي أكتر شي صعوبة يمكن أنك تقدر تأمن معدات الرسم كان الألوان أو الرياش دخلت معتقل عصقلان بملابسي ما عندي ولا شي يعني إلا هالمحرمة اللي وأخد عشان فاضيه ما استخدمت عشان أنصم عليها يمكن يمكن هيك فدخلوني فأول ما دخلت المعتقلين سمعوا بالأخبار عن الحكم تبعي أنا أعمالي كانت مهمة بقطع غزة يعني غيرت وجه الاحتلال فأعطوني شاب يمكن من فتح معي كمشة ألوان هيك بأيده قال لي خد هدول قطعة صغيرة تقول له من وين جيب هدول قال بيعلمه على الحطان عشان البناء أو إشي فهدول بيقعوا بالأرض بجيبهم إليك فعندي أدت ألوان ماش عارف أعمالي خدها أخدتها قلم ناشف وزي هيك بديت بالألوان هذه وكيف استطعنا نهرب بعض ألوان الشمع هي لوحات اللي انتو بتشوفوها الآن هي عبارة عن لوحات ألوان شمع وقلم ناشف القلم الناشف فكرت فيه كمان لأنه كل إشي بده خطط وأنا يعني كنت بحب الخطط دائما فالأربع ألوان اللي عندنا الأسود والأحمر والأخضر والأزرق هدول بحط الأحمر على الأزرق بصير لون بنفسجي بحط الأخضر الأخضر عليه أحمر بصير لون بني وهكذا أمتجت ألوان أنا من الألوان وأعمل بطريقة بحيث أني استطعت أني يكون عندي مواد وأرسم معظم الرسم كان بقلم الناشف بسموه في فلسطين الجاف إحنا بنقوله هنا بسوريا الناشف فرسمت أعمالي بالطريقة هذه رسمت صمودنا القبضة رسمت أصوار السجن رسمت الصمود أدوات المعتقل طموحات السجين أنا كنت أفكر دائما أني عمري ما رأى أطلع من السجين أنا عمري معكم معبد فكي بدأ أطلع فأرسم سنونا واته هي طالعة من الشبابين كنت تحسبوا الوقت بسنوات الأسر داعي يعني الوقت كيف كان يمضى عليك والله أنا قرأت أنا إذا بتدخلي غرفة من غرف المعتقلين الأبطال بتلاقيهم كلهم حملي بكتب طنار نقرأ أول ما دخلت السجن أنا قرأت كثير قرأت ألف كتاب وبعدين بديت أرسم لقيت يعني ما في وقت معي كنت أطلع الساحة بنسموها فورا ما بعرف كم معبرية أو عربية فورا بنطلع على الفورا يمكن عبرية بنضور بالساحة فأنا كنت لا ألعب رياضة لأنني أنا ما بمشي بالغرفة بنقعد فأفضل شيء أن أركض فمالت فريق نركض الصباح حوالي خمسين شخص بركته إلا الختائرة الكبار المدخنين الكذا ما بيقدرون فأحنا كنا رياضة يعني أنا بقول بدي أطول بالسجن حتى أرسم لوحات كتير فلازم ألعب رياضة وبعد الرياضة بتحمم وبعد الحمام بندخل يعني بدخل الساعة تسعة تقريبا كانت الفورا ساعة أو ساعة نص كانت ساعة بعدين طولوها لساعة نضرب زدوها فبنرجع على الغرف مرتب حالي أنا قطعة من الخشب جرايد عليها القطعة القماش وقطعة القماش هذه كانت مشكلة عندي كيف أحصل عليها مثلا سلموني أنا وجه مخدة أسمته أربع لوحات أبيض يعني لونه أبيض فهذا برسم عليه طب وبعد إجا واحد معتقل أعطاك وجه مخدة لا قال لي أنا بشتغي أنا بنظف غرف الشرطة وراح أسرق لك شرشف والشرشف هذا بعمل ثلاثين لوحة قلت له كيف هاللي بدي أقص بالنص أقص بالربع أجيب لك قطع قطع خبين بوعية قلت له تمام هرب لي شرشف كامل الشرطة طبعا لأت أنه فيه شرشف ضاع ما ندبهه إله فصار يهرب لي شراشف بصراحة فصار عندي أنا قطع قطع بيضة لأرسم عليها وأهرب كانوا كانوا بحبوني وبحبوا الرسم وبحبوا يشوفوا لوحاتي قبل ما أطلعها وأهب قبل ما نهربها من السجن كنت أمررها على الغرفة يمرروها على الغرف التانية بعدين منا فكروا أنه إحنا لازم كما أعتقلين يعني صاروا مثقفين في رعاة أغنام في طلبة باكالوريا صاروا يقرأوا صاروا مثقفين فصاروا يكتبوا مقالات فقالوا لي أنه شورك منحط لوحة إليك في المقالة قلت لهم أكي صارت المجلة تطلع وفي لوحة بعدين زرت اللوحات هذه في جزء معها يمكنها حوالي عشر أو عشر قطع كنت مهربها بغلاف كتاب هلا عندي هي موجودة هذه الرسومات اللي كانت تنزل فكانوا المعتقلين بحبوا الفن المجتمع الإنسان بشكل عام أول من تشاء رسم على الكهوف فرسم فالرسم حلو وبحبه كل العالم قديش حلوة هاي الإرادة يعني اليوم أنت عم تحكي عن دعم نفسي عطيته كمان للأشخاص اللي كانوا معك بالمعتقل اليوم لو أنت مرأت هذول السنوات يمكن قاعد تحسوا بالساعات كانوا كتير ما رأوا عليك صعبين لكن أنت مرأت بحب يمكن عم تعطي هذا الشي عم ترسخ الزاكرة الفلسطينية خلينا نحكي قديش ممكن اليوم نحن نستفيد أو ممكن الاستفادة من هاي الأعمال الفنية لفهم القضية الفلسطينية الأعمال الفنية اللي أنا رسمتها بتأرخ المرحلة وهي ذاكرة للوقت اللي أنا أعاد فيه الآن يعني رسومات اختلفت صرت تتجه للتراث وللجماليات الفلسطينية لأنه الحرب القائمة بيننا وبين أعداءنا حرب حضارية فالفن جزء من الحرب الحرب هما بيحربونا بالفنون بالأزياء بالتراث بإشي إحنا بنا نحربهم كمان باللوحة إنه إحنا يعني كان محمود درويش مثلا أشعاره صارت عالمية بالفن بكل إشي الفن جزء من هذا المرحلة تبعت المعتقل إذا يعني هالمشاهدين بيتفرجوا على الشاشة على لوحات اللي بالسجن اللي فيها ألوان يعني بيستغربوا هذا لون فقط شمع وقلم ناشف اللي رسمت فيه بس أنا محترف بالرسم يعني من بداية كنت محب بالرسم فهذه أرخت المرحلة المرحلة كانت مرحلة الصمود نصمد إحنا بالمعتقل أنه نكون من تقطع روسنا أمام الاحتلال يعني موشي ديان وزير الدفاع قال سنخرج هؤلاء المخربين عننا مثل الجبن السويسري في من الثغرات أكثر من الجبن وهذا انتفى لأنه احنا طلعنا ناس وزراء أنا فنان في فنانين آخرين في كتاب الآن مش عارف عدد الكتب اللي الآن المعتقلين بكتبوها شعير وكتب وقصص كبيرة فبنلعب دور بالثقافة الفلسطينية وإحنا كفلسطين فالمقاومة تبعتنا بالثقافة وبالأدب وبالفن بندعم الأمة العربية كلها لمقاومة هذا المحتل هذا الغول الهاجم على المنطقة أمريكا أمريكا اللي هاجمة لو لا أمريكا ما بتقدر إسرائيل تحاربنا كل الحرب هذا وأحنا بالفن استطعنا أنه نوثق بالسجن وثقت أنا المعاناة وثقت الصمود وثقت الحلم السنونا اللي بتطلع والشمس اللي طالع بيقولوا لي طب انتوا ما عندكوا شمس ما عندكوا ورد قلت لهم ايه ولا أطفال ولا بنشوف أطفال ولا نساء ولا فتيات ولا في حب فإحنا اعملنا الحب داخل اللوحات هذه حبنا لشعبنا شعبنا حبنا لأنه صمدنا طول الفترة صحيح طلعنا رفعين الراس عكس ما حكى موشي ديان أنه سأخرجهم فيهم من الثقوب طلبوا بذكر أنهم طلبوا من المعتقلين أنهم يعملوا شبك للدبابات الإسرائيلية يعملوا أشياء فالمعتقلين رفضوا رفضوا هذا الشيء أنا لما دخلت المعتقل كقائد منطقة أدى كان عمرك أستاذ محمد كان عمري 23 دخلوني أنا دخلوا العناصر المؤبدات اللي معي جوية السجن أنا خلوني بالزنازين جوه فمعرفت أنا إجا مسؤول وولا بتذكر مخابرات اسمه بعادل بقول أنه بهمس بهمس بذان مدير السجن بقول له زي الأخلاخ ملأخلاخ بالعبري فقال لي سجين سجين كان بسمع قال لي أحكوا عليك كلمة مش كويسة قلت له شو قال مدير المخابرات هذا اللي لابس مدني قال ملأخلاخ أنت وسخ هذا مخرب وسخ كتير قلت له هذا وسام على صدري أنه يعكي قدرت أثر فيهم آه يعني أنا لما بكون اللي عدو رضيان عني بكون أنا مش كويس صحيح فهو مش رضيان أنا هذا وسخ بالعبري وبعدين طلعوني عن مدير السجن أتصورت حالي هرقل عشرة هون شرطة وعشرة هون وعشرة وراي قال لي شو اسمك طلعت في مدير السجن قاعد متكرش هيك أصلع وأنا شاب يعني صغير قلت له هاي صورتي واسمي عندك قال لي لا شو اسمك قلت له ما بدي أحكي اسمي هاي اسمي عندك انت عارف اسمي قال لي طيب شو هذا حكي بدي يطر قال لي في شغل بالسجن في شغل ممكن تشتغل طلله شو أشتغل زي شو قال في تجميع مكاوي بعد ما رفضوا الشباب المعتقلين شبك الدبابات صاروا يدخلوا لهم مكاوي وما مكاوي وشغلات زي هيك يعني انتاج قلت له يعني أنا بس أكم مكوى بدي أعمال بالنهار والصاروخ قديش حقه عشان أنا كل يوم أقدم لك أعمال مكاوي أقدم لك صاروخ عشان تقصف عين الحلوة عشان تقصف مخيماتنا في لبنان وفي سوريا قديش اللي بدي أنتج لك فالشوحك هذا الترضو برد طلعوني على الزنزانة دفش قال شوها قلت له إيه أنت بتاك تعطي أنا بدي أنتج لك طواريخ أنا ما بعطيك شي ورجعون للزنزانة ورجعت فحطوني بالقسم اللي ما في شغل وبعدين احنا ناضلنا وقف العمل بالمرة السجن ما عاد يعمل انتو بتحكوا عن الفن أنا وديتكوا لشغلة تانية بالمضاء بسو هذا الواقع اللي كان بالسجن أستاذ محمد كثير مستمتعين بهدول التفاصيل موعق غالية علينا واليوم نحن يعني بنعتذر إذا رجعنا فتحنا هاي البوابة من ذاكرتك ولكن هي حاضرة أكيد حاضرتك بعد 13 سنة من الأسر خرجت بعملية تبادل أسرة وهون صار لمحمد هدف آخر ساعتك بشبابك بوقتها عندك أهداف تشتغل عليها مرتبطة بالقضية الفلسطينية خلينا نحكي على ما بعد هاي الفترة ما بعد المعتقل أكيد أنه أنا يعني رجعت للحرية ففضلت حبيت أن أكون أنا بسوريا فأجيت لهنا وسكن وبدأت أعمل مرسمي وبدأت أرسم أشياء مختلفة عن المعتقل ولكن ركزت على التراث الفلسطيني وعملت العديد من المعارض وزرت كثير من المحافظات والرقة والسويدة والقامش اللي كله عملت فيه معارض فلسطينية وكانوا برحبوا فيه وكل المعارض الجماعية ومعارض الخريف السنوي بشارك فيه اليوم وبشارك بأشياء حتى فيه ناس بقول لي طب أعمل شي تجريدي فبلشت أعمل شي تجريدي ولكن فيه أشياء فلسطينية وأخيرا عملنا مؤتمر لاتحاد الفنانين وأنا فز بالرئاسة مبروك استاهل كل خير بعد كل هذا الصبر والتعب يعني اليوم حضرتك ذكرت أنه عندك مرسم وحضرتك بهذه الخبرة الطويلة سنوات الفن الطويلة وأيضا التجربة سنوات الأثر الطويلة اليوم حضرتك قديش ممكن تدعم الفنانين من جيل الشباب اللي هنون بيحاجة فعلا ليأخذوا منك هذا الدعم ممكن ليوصلوا لمرحلتك لينتجوا هاي اللوحات ويمكن يعلموا الفئات الصغيرة من الأطفال احنا يعني كفنانين كبار أصبحنا يعني هو احنا دارس بنقدم دارس للفنانين الفلسطينيين الآن أنا كرئيس الاتحاد الفنين الفلسطينيين فورا أنا حضرت لمعرض ذاهبين إلى حمص إلى مخيم حمص إلى صلت الشعب بحمص لإقامة معرض حنزور المخيم هذا الدروس اللي هم يتفرجوا على الأعمال احنا بندعم الفنانين أنا مثلا بيري حتى صلت بعدد من الفنانين كرئيس تعالوا لعندي زيارة وراح أعطيكم يعني شصيهات فاضية تعرفوا الوضع المادي اليوم بسوريا بسبب الحروب وبسبب الحصار لأنه صار وضع اقتصادي يعني سيء الآن يعني بساعد وبيجوا عندي بشوفوني برسهم بشوفوني بشوفوا اللوحات احنا بندعم كل الشباب اللي ممكن يصيروا فنانين فعلا في فنانين الآن صعدين صعود زي الصواريخ عندنا احنا الآن خرج كثير من الفنانين بسبب الأزمة لأوروبا هاجروا من سوريا لكن الآن احنا بنبني جيل جديد بتكاثروا قاعدين احنا مجموعة من الفنانين رح نكون السنة ان شاء الله بكون معرض يوم الأرض معرض من المعرض الأولى في المنطقة بالفنانين اللي هما بدهم يشاركوا بهذا المعرض احنا بنقدمهم كل المساعدات وبالإمكانيات المتاحة سيد محمد خلينا نركز على نقطة من حضرتك اليوم فيه تحديات كتير كبيرة يعمل واجهة الفنان التشكيلي الفلسطيني وفيه استهداف لإلون كان من الشعراء كان من الأدباء كان من الفنانين التشكيليين يعني شهدنا محاولات ومنها اتحققت استشهد كتير من الأدباء يعني على يد الاحتلال الصهيوني اليوم إن كان ريشتك أو ألم هذا الأديب هو سلاح بإيدك وهو تحدي من أهم التحديات يمكن أن تتواجه كفلسطينيين شو فيه نظيف عليها كمان يعني هو يعني أي شي فيه شي ضد الاحتلال بعمل ضده فهو الأول شي الثقافة والفنون هما اغتالوا ناجل علي ممكن يكونوا سمم محمود درويش كيف توفى محمود درويش ما بنعرف كيف يصيب يعني هذا يعني الفن في مواجهة الاحتلال ولا يمكن أنه الفنانين أنه هما يتنازل عن قضية ونرفع الرايا البيضاء احنا دائما مقدمة للأجيال اللي بتحارب عدونا حتى ناخد حقوقنا وتصبح فلسطين دولة مستقلة زي دول العالم إن شاء الله يا رب نتمنى هذا الشيء بالفن بالثقافة بالبندقية بالصاروخ وبكل شيء فهذا دور يعني كل واحد يعني احنا كمثقافين وفنانين لنا دور بالنضال وتصدي للعدو دور آخر أكيدنا نشكر حضورك معنا ونتمنى لك التوفيق الدائم بمسيرتك الفنية دكرا أستاذ محمود لحضورك اليوم وأنا قتلك من قبل ورح أرجع لك ياها إن شاء الله لقاءات أخرى بتكون هكي راسمنا لوحة النصر بعد الظفان الأقصى عمين يا رجاء الله شكرا للإخبارية السورية اللي دائما تتذكرنا أهلا شكرا للمشاهدين اللي شاهدونا اليوم